كان أحد الدعاة المشاهير يخطب خطبة الجمعة في أحد المساجد عن ظلم وعاقبة الظالمين فلفت انتباهه بكاء رجل معاق يجلس على كرسي متحرك وبعد أن فرغ الشيخ من الخطبة والصلاة فرأى الرجل المعاق أتى نحوه وقال له يا شيخ أستحرفك بالله أن تذهب معي الآن إلى بيتي لأخبرك بأمر هام ذهب الشيخ مع الرجل وبجوار البيت فتح غرفة معزولة وكشف عن سيارة حديثة كانت مغطاة وقال للشيخ منذ شهر وبعد منتصف الليل أوقفت هذه السيارة بسلاح آلي وكان بداخلها الشاب وزوجته الحامل وكان في طريقهما إلى المستشفى لألم شديد أصاب الزوجة وأمرت الزوجين بالخروج من السيارة وإلا قتلتهما فخرج وهما يستغيثان بالله ويبكيها وبعد أن دخلت السيارة لأقودها قالت الزوجة بأعلى صوتها أصابك الله بشلل في الدنيا والآخرة فارتعشت قليلا وخاصة بعدما تذكرت حديث رسول الله اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب ولكن بعد دقيقة غلب علي الشر ولم أتأثر وقضت السيارة وأوقفتها في هذا المكان وما هي إلا لحظات حتى شعرت بألم حاد في ظهري كالذي يقوم بطعني بالسكين وبعد أيام معدودات إذا بي أصاب بالشلل وأيقنت بأن دعاء تلك الزوجة قد استجيب يا شيخ لقد خسرت الدنيا فلا أريد أن أخسر الآخرة أريد إرجاع السيارة لأهلها قبل أن يأتيني الموت وألقى الله على ذنب العظيم ابتسم الشيخ وقال أولا الحمد لله على توبتك ثانيا أنا أعرف صاحب هذه السيارة فقد نشر خبر سطوك على أصحابها بالجرائد فرح الرجل وقال وهل ما زالت الزوجة على قيد الحياة؟ قال الشيخ نعم وقد رزقها الله بطفل جميل قال الرجل أتوسل إليك أن تذهب إليها أو تتصل بها وتطلب منها أن تسامحني وتدعو لي بالشفاء بعد أن تخبرها بأنني سأعيد لها السيارة اتصل الشيخ بصاحب السيارة وأخبره بكامل القصة وطلب من زوجته أن تسامح السارق الذي تاب توبة خالصة لله وأن تدعو له بالشفاء سامحت الزوجة الرجل ودعت له بالشفاء وما هي إلا أيام وإذا بالرجل المعاق العاجز عن الحركة يغدو ويروح إلى المسجد ماشيا بحركة بطيئة وأصبح كثير المكوث في المسجد كثير العبادة وبين كل صلاة وصلاة يقول للمصلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظامة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر